صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أصحاب الجلالة والفخامة والسموة السيدات والسادة يطيب لي أن أعرب عن خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى الأخ العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى حكومة وشعب مصر الشقيقة على المبادرة الشجاعة بالدعوة إلى عقد هذا المؤتمر الحضور الكريم علينا القيام بواجباتنا اتجاه الإنسانية وقيمها المشتركة ومن أجل الحفاظ على مستقية وقدرة المجتمع الدولي ونجاعة الشرعية الدولية في صون الحق في حياة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال السيدات والسادة إن ما يحدث أمام عنظارنا من استهداف لكل من يعيش في غزة حتى إن احتموا بالمستشفيات والكنائس والمساجد في ظل عدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى تسوية بشأن مشاريع القرارات المعروضة أمامه أو التوافق على سيخ توافقية تؤدي إلى إيقاف العدوان يضع جميع القادة والحكومات في المنطقة أمام تحدي تاريخي نتيجة تأخر مجلس الأمن في القيام بدوره بسرعة قصوى التي توقف ما يجري في قطاع غزة بما يحقق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن في جميع أنحاء العالم بحيادية ومسؤولية والإطمئنان إلى أن جميع الدول تحترم وتحفظ مكانة القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي للأسف إن ما تمارسه دولة الاحتلال خلاف مسؤولياتها المنصوص عليها في القانون خلال الأسبوعين الآخرين وعلى مدار خمسة وسبعين عاما تجاوز كل الأوصاف المعودة لتلك الجرائم والانتهاكات كل ذلك يحدث على مدار الساعة أمام مرأة ومسمع الجميع نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية على غزة ومنع دولة الاحتلال من المضي قدما في خططها باجتياح القطاع وإجبار سكانه على النزوح قصرا إلى شبه جزيرة سيناء أو غيرها والتوقف عن الاقتحامات المتكررة والممنهجة للمسجد الأقصى وبقية الأراضي الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وندعو إلى البدء الفوري برعاية دولية متوازنة ومشاركة عربية في مفاوضات التسوية الشاملة والوضع النهائي على قاعدة حل الدولتين وفق المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية التي كانت محل قبول للممثل الشرعي للشعب الفلسطيني كأساس للتفاوض والتسوية وهو ما يدعو إلى دعوة أشقائنا الفلسطينيين إلى وحدة الصف السيدات والسادة إننا لسنا أمام ابتحام بشأن مواقفنا المبدئية فيما يتعلق بالمسؤولية عن حماية المدنيين إلا أننا في الوقت نفسه لا يمكننا بأي حال من الأحوال وتحت أي ظروف أن نخفل عن معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني الحصار المطبق والتضييق وفقدان الأمل واليأس من وجود حل سياسي دائم يكفل له الحياة الكريمة وحقوقه السياسية والاقتصادية لقد سدت الأبواب على مر العقود أمام أكثر من مليوني إنسان في غطاء غزة البقعة الأكثر كثافة في العالم في ظل العصلة تامة عن بقية العالم وحرمانها من الخدمات والعمل والرعاية الصحية وتوفر التعليم فعلى الرغم من قرارات مجلس الأمن المتعاقبة بشأن ممارسات الاحتلال تستمر في عدوانها وتعنتها في رفض كافة الحلول والمبادرات التي كانت كفيلة بإيقاف العنف والمواجهات المسلحة نجدد التأكيد على أننا في هذا الظرف العصيب أمام تحدي حقيقي يحتاج منا للتسلح بالإرادة الجماعية لإيقاف المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي أكدت وقوعها تقارير محايدة وعلى رأسها وكالات الأمم المتحدة التي أنظرت منذ أيام بوقوع كارثة إنسانية تزداد عدة كل يوم وكل ثانية وكل دقيقة نتيجة قطع المياه والكهرباء والإمدادات الغذائية والطبية واستهداف المناطق السكنية والملاجئ والمدارس والمستشفيات وكافة مرافق الرعاية الصحية التي أصبحت أغلبها خارج الخدمة حسب ما أكده تقرير منظمة الصحة العالمية السيدات والسادة من الضروري إظهار التزامنا جميعا بأمن المنطقة والعالم برفض الحلول الانفرادية وعلى رأسها المخططات التي تهدف إلى إجبار سكان قطاع غزة على النزوح القصري داخل القطاع أو إلى شبه جزيرة سيناء المصرية وندعو إلى وضع ترتيبات عاجلة بتشغيل معبر رفع وفق أهلية مستدامة تحترم السيادة المصرية وبما يضمن تدفق المساعدات الحيوية إلى قطاع غزة والمباشرة في إعادة الإعمار والبنية التحتية التي تم تدميرها خلال هذا العدوان والاعتداءات السابقة ونطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني نتيجة تخلي سلطات الاحتلال عن مسؤولياتها القانونية في حماية الفلسطينيين كسلطة احتلال إننا نقف بكل قوة مع جمهورية مصر وأشقائنا العرب ضد كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية مع الإصرار على أحياء العملية السلمية من أجل التوصل إلى حل عادل وناجز وهنا أتوجه بالدعوة إلى شركائنا في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بأن تتولوا مسؤولياتها في رعاية عملية السلام في الشرق الأوسط وفق مبادئ الشرعية الدولية تقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شكري وتقديري على هذه المبادرة النبيلة وأتوجه بالشكر والتقدير إلى السادة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وجميع الوفود على حرصهم على الحضور والمشاركة من أجل اتخاذ موقف موحد بإيقاف العدوان والقيام بمسؤوليتنا في حماية السكان المدنيين في غزة والوقوف مع حقهم في الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته